تعالوا نبدأ كده مع حضراتكم ونشوف مقطع صوتي لرئيس مجلس الوزراء تفضلوا الحقيقة كان توجيه سيادة الرئيس لنا امبارح في الاجتماع الموسع اللي عقده مع مجلس الوزراء والمحافظين ونوابهم ان التواصل الدائم والمباشر والمستمر مع المواطنين والشفافية في عرض كل التحديات اللي بتواجه الدولة والاستباقية يعني ما نستناش ان الازمة تحصل وبعد كده نطلع نقول هي الازمة حصلت ليه لو فيه شايفين ان حيبقى ممكن من الوارد لقدر الله في ازمة معينة لازم نبادر بالاعلان المسبق عنها وان احنا نبقى بنعرض الموضوع بمنتهى الوضوح والشفافية علشان يبقى المواطن نفسه عارف الموضوع وايه التحديات اللي بتواجه الدولة عشان يقدر ان هو يعرف الدولة بتتحرك ازاي ويمكن علشان نحاول نضمن هذا الموضوع يمكن يعني انا بحب احد حضراتكم انه هيبقى فيه مؤتمر اسبوعي ثابت ومستمر هيبقى بعد اجتماع مجلس الوزراء هيبقى بنفس فازين الهقاعة حبقى انا موجود فيه مع ممكن عدد من السادة الوزراء ونفتح مع حضراتكم مش فقط ان احنا نعرض ايه اللي تم معه يعني منقشته جوه المجلس لا حنعرض كل شواغل الدولة والرأي العام على مدار الاسبوع ده وحيبقى الاساس ان احنا نسمع منكم واي اسئلة او استفسارات ونرد على حضراتكم كما ان احنا حنستغل ان يبقى ممكن على الاقل مرة في الشهر يبقى حاضر معانا ايضا كبار المفكرين ونقدر نقول مقدم البرامج والاعلاميين الكبار عشان برضو يبقوا موجودين معانا وبردو يسألوا ويبدروا بطرح اي قضايا النهاردة عايزين دي الدولة انها تتكلم فيها ويعرفوا استفسارات عشان ينقلوها لرأي العام هذه الالية هتبقى ثابتة بعد كل مجلس وزراء هتبقى موجودة زي ما قلت لحضراتكم مش هدفها ان انا اجي اقول لكم مجلس النهاردة ناقش ايه ده هيبقى جوز لكن الاهم لو في اسئلة لاي قضايا انتوا حضراتكم شايفينها هنكون جاهزين ان شاء الله ان احنا نرد عليها وده يبقى منبر من المنابر اللي نقدر ننقل كل شيء للمواطن وعشان يعرف ايه اهم القضايا والمستجدات